الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماوات بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن الدين كما شرع وأن الإسلام كما وصف وأن القرآن كما أنزل وأن القول كما حدث وأن الله هو الحق المبين ذكر الله محمدا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إجعل لنا كل صعب سهلا وبعد فإننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا وإن كان يتضاء لدون حق جلاله وجماله وكماله ونواله حمد الحامدين على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك وأكرمنا بهذا الاجتماع الطيب في هذا البيت الطاهر الطهور المطهر من بيوت الله وهذه الروضة من رياض الجنة كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وقال ألا أخبركم بما ينح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط قالها ثلاثة وقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ويقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها فنسأل الله كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته في دار لا يبلى شبابها ولا يتكدر صفها ولا يتنغص عيشها ولا يتغير سرورها وكلها دائم وظلها دار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها أنهارها لبن محضن ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في عدن غالية في ظل طوبة رفيعات مبانيها من يشتري الدار في الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما الغلا فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بنيها عندما يولد الإنسان تولد معه أشياء وتولد معه أحاسيس ومشاعر وانتماءات لا تملى عليه ولا تقبل التلقين أصلا بل إن إنكارها منكر في فطرته وغريزته وبداهته انتماؤه إلى أبويه انتماؤه إلى إخوة انتماؤه إلى ذويه انتماؤه إلى قرابته هذه أمور تنمو مع الإنسان كل ما ماما وتولد معه عندما يولد فلا يتلقن إياه الإنسان ولا تقبل الإنكار ومن تلك الانتماءات والمشاعر والولاءات الانتماؤ إلى أرض المنبتي والمغرس والمولد والمنشأ الوطن انتماؤ الإنسان إلى بلده ووطنه ومنشأه وتربته هذا أمر يولد مع الإنسان بل يولد حتى مع بعض البهائم والدوار فالإبل تحن إلى أعطانها والطيور تحن إلى أوكارها ومن السمك من إذا أخرج من موطنه إلى ماء آخر مت ولذلك قضية لا تختلف فيها العقول ولا تتنافر فيها المشاعر والأحاسيس هي الولاء والانتماء إلى الأوطار ما لم تكن هناك انتكاسة وانسلاخ في الفطرة وإلا فالأصل أن الإنسان له محبة وشعور متنام في نسه نحو وطنه وهذه القضية لم يرسلها الشرع الشريف والوحي المنيف إرسالا إلى المشاعر والغرائز وإنما جاءت النصوص تل والنصوص لتؤكدها تذكرها في الكتاب العزيز وتشير إليها إشارات بل تصرح بها بفصيح صريح العبارات ففي الكتاب العظيم ما يدل على توكيد هذه الغريز وهذا الشعور في النفوس فتجدون مثلا أن الله جل وعلا يقرن فراق الأوطان بقتل النفوس وإزهاقها يقول الله ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قل نظروا كيف أن يقرن سبحانه وتعالى بين قتل النفس والخروج من الديار بين خروجين خروج النفس وخروج الإنسان من دارهم فهما شقيقان في حقيقة الواقع وفراق الأوطان مر على أربابها وأصحابها أمر أمر من العلقة ونجد في كتاب الله تبارك وتعالى أنه يخبرنا أن من ضمن الأمور التي يعاقوا بها المفسدون في الأرض أن نفي من الأوطان وما ذلك إلا لأن هذا عذاب في حقيقة واقعه إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطْعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنْ الْأَرْضِ فكيف قرن سبحانه وتعالى بين النفي من الوطن والإبعاد منه بالتقتيل والتصليب وتقطيع الأعضاء وتنزيعها وتنزيعها وما ذلك إلا لمشقة فراق الأوطان على أصحابها ونجد في العقوبات الشرعية كذلك عقوبة الإبعاد التغريب تعرف في الفقه الإسلامي بالتغريب في بعض العقوبات يذكرها بعض الفقهاء في عقوبة الزنا الزنا غير المحصن قال يجلد ثمانين جلدة ويغرب التغريب هو الإبعاد عن الوطن وهذه عقوبة نفسية وعندما أراد فرعون أن يستفز قومه ويستفيرهم ضد موسى وهارون قال يريد أن يخرجكم من إيش من أرضكم بسحره لأنه يعلم أن الناس لا يقبلون بمن يخرجهم من أرضهم ويخرجهم من ديارهم وأرى فلذلك أراد إخافتهم من موسى بهذا التخويف وإرعابهم منه بهذه العبارة ونجد كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح وثبت عنه تعلقه بمكة وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليه كانوا محبين لمكة حباً عظيماً عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير إنك لا أحب الديار إلى الله وأحب الديار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما هاجر هو صحبه إلى المدينة كان من أشد ما كانوا يكابدونه في راق مكة كانت السيدة عائشة رضي الله عنه حتى بلغتها أنباء الصحابة وهم يتألأوا ممكن صديق أبوها كان أصابته الحمى وهو يقول كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعليه جعل بلاد مرباح وأصابته الحمى لفراق مكة يقول ألا ليت شعريها الأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل فتأتي لضان الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قويا رسول الله ادعو الله لهم أن يخفف عنهم فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة حبنا لمكة أو أشد اللهم بارك في مدها وصاعها وانقل حماها إلى الجحفة وجاءه يوم الرجل من غفار قبل أن يزل الحجاب قبل أن يفرض الحجاب جاء رجل غفاري فجلس إلى رسول الله عليه وسلم قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها كيف تركت مكة تقول عائشة تقول لكيف تركت مكة فوصف مكة وماءها وهواءها ورملها ونباتها حتى غرورقت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع فقال حسبك ورفقا بنا حسبك ورفقا بنا كان صلى الله عليه وسلم محبا لمكة وأحب المدينة بعد ذلك وتعلق بها تعلقا شديدا حتى أنه كان إذا جاء إذا أقبل من سفر أرسل خطام دابته لتركه كان إذا خرج من المدينة يبطئ في السير وإذا عاد إليها أسرع وكل ما دنى أسرع ليعبر بذلك عليه الصلاة والسلام أن حب الأوطان هذا أمر لا يتتنازع فيه النفوس وأمر لا يتردد امرء في إثباته لكن اللغات المعبرة والأفعال المصورة لحقيقة هذه المحبة تختلف تختلف على حسب المشارك قد علم كل أناس مشربهم ولكل وجهة هم وليها فمن الناس من يعبر عن انتمائه لوطني وحبها بالأشعار ابن العلاء المعر يقول موطني لو شغلت بالخلد عنه يعني لو سكنت الجنة موطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي وأنا في الجنة يقول سأشتاق إليه وأنا في الجنة موطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي يقول آخر حبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك وكان آخر يقول بلاد بها نيطت علي تمائم وأول أرض مستجل لترابها ويقول آخر نقل بؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب أي محفوظات الشعران أيها الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتا وحنينه أبدا لأول منزل كان الشيخ أبو المسلم رحمة الله عليه عاش في زمن السلطان برش بن صعيف في زنجبار وأقام فيها وعاش هناك وتوفي هناك ولكن قلبه ينبض حبا واشتياقا إلى عمان ويقولن أيت عنها ولكن لا أفارقها بلا كم افترقت روح وجثمان كأنني واغترابي والغرام بها حي قضى خلفته بعد أحزانه أعيش في غربة عيش السليم على رغمي وليس إلى الترياق إن كان عيش السليم يعني عيش اللذير الملدوغ الذي لا هو حي معاذى ولا هو ميت معاذى أعيش في غربة عيش السليم على رغمي وليس إلى الترياق إن كان وكان تمر به السحابة هو في أفريقيا يقول أغادر في أفريقيا عمر عاجزا كانت تمر به السحابة ويسأل الله أن تسقي عمان وهو هناك يقول لها معاهدة ذكاري سقطك الغمائم ملثا متى يقلعت لتوسواجم تعاهدك الأنواع سح بعاقه فسوحك خضر والوهاد خضارم ويتذكر أيام صباه ومراتعه وعماكن نشأته ويقول وهل ذر القفص فالمقرات معشبة وهل قطين بعليا قاعن بانوا نشأت فيها وروضاتي ومرتبعي روح الفضيلة لورند وريحان فكل يعبر عن حب الأوطان هذا تعبير عن حب الأوطان أن ينظم الشعر وأن يكون متعلقا به ولا لوم ولا عتب لكن هناك سياسة قرآنية للتعبير عن الأوطان قانون قرآني ومنهج قرآني للتعبير عن الانتماء للأوطان يجب أن لا يكون عازبا عن محب صادق لأوطان مجرد المشاعر هذه هذه مشاعر كما قلت فطرية تولد مع كل أحد مع البر والفاجر والمؤمن والكذا والشعر هذا في حب الأوطان قاله الجاهليون قبل المسلمين في حب أوطانهم موجود لكن دين الله سبحانه وتعالى ووحي الله المقدس أخبرنا أن الأوطان تصان بالأديان الأوطان لا يمكن أن تحمى بمجرد الدعوة إن واحد يبوح ويصرح بحبه لوطنه هذا البوح والتصريح لا ينفع الوطن شيئا فأنت مجرد معبر عن حبك لوطنك لكن هذا التعبير لا يخدم الوطن في شيء كما واحد يقول أنا أحب أبوي وأنا كذا ولكن ما يزور ولا يصله ولا ينفق عليه ولا أبدا ولكن في المحافل والمجالس والبرزات يقول أنا ولد فلان وأحب فلان وكذا لكن هل هذا بر؟ لا يسمى بره وهل هذا يصل بنفع إلى الأب؟ لا يصل إليه بنفع وإنما هو يبلغ العالم عن حقيقة إن أنا فلان ولد فلان أنه يثبت أبوة لبنوة فقط أما أكثر من كذا لا ينفع الوطن في شيء أما الأثر الفعلي والتحقيق الفعلي والمصداق الفعلي لحب الأوطان فهو أن تنظر إلى منهج القرآن كيف القرآن حقق حب الأوطان حقيقة أخبرنا ربنا عن أمور تهدم الأوطان وتنسفها وتأتي عليها من أصولها وتجعل عاليها وسافلها أخبرنا عنها لنعرفها أول شيء ثم نتقيها ثانيا أول هذه الأمور الظلم أول هذه الأمور الظلم فإن الظلم هادم لأوطانه وانت تقرأ في كل جمعة سورة الكهف وتمرون على قول الله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا لما ظلموا أهلكهم الله لما ظلموا أهلكهم الله فالظلم جريمة عاقبتها وعقوبتها ليست مؤجلة فقط في الآخرة بل هي معجلة في الدنيا والله تعالى في القرآن الكريم قال وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ هَا ظَالِمَهُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ فالظالم خائن لأوطانه الظالم هادم لوطنه ولا ينفع بعد ذلك يرزح في الرزفة هذه ويرزح مع الرازحين وينشد ويتشعر الظالم هادم لوطنه وإن تغنى بلسانه بحبه ولهج بذكره إن كان يريد خدمة وطنه حقا فعليه أن يلزم نهج القرآن وهديه في أن يتناء عن الظلم ومما صرح الله بي حقيقة أنه يرفع الأمن من الأوطان مقارفة الظلم الظلم يرفع الأمن والأمن حقيقة في القرآن الكريم مقدم على الرزق الآمن مقدم على الرزق ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولربما قدمه في موضع واحد في القرآن الكريم من مواضع قدمه في موضع واحد في سورة قريش فليعبدوا ربنا ذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وأما في سائر الآيات فإنه يقدم الأمن على الرزق لأن لقمة في أمان أهناء من لقم من ترف من العيش في خوف وفزع وهلع ما يذوق الإنسان لسعة الرزق طعم إن كان مهددا أمنه والله أخبرنا ما الذي يهدم الأمن ويدكدكه فقال سبحانه فأي الفريقين هذا السؤال يطرحه القرآن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن لمن تناء عن الظلم وابتعد فلم يظلم ظلم خطير كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما خرج من بيته لاحق كل ما خرج من بيته استعاذ بالله من أن يظلم أو يظلم صح أو لا أصحب أليس كذلك بلى سكتوا يعني يعرفوني بقول أين قال ذلك سؤال إيش دليل لكن الله عليه وسلم كان كل ما خرج من بيته استعاذ بالله من الظلم أين وجدت هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي كأنه حسنه كل ما خرج من بيته دعا بالدعاء أني لا أظلم لأن الظلم أمر خطير الظلم يكون بين الإنسان وبين نفسه ويكون بينه وبين مرأته بينه وبين زوجته يظلمها وهو ما أخذ عهد بينه وبين الله والملائكة والناس أجمعين على أن يحسن الصحبة عندها ويجمل المعيشة معها أليس كذلك؟ كذا بل ما كذا؟ تعالوا من ذاكر العقد عقد الزواج لأن المتزوجين ناسين عقد الزواج وربما المتزوج ما عنده خبر إيش يقول للمليك ذيك الساعة لأنه خاطر يقول ها تخلصنا هو من باب التذكير عشان تعرف أنت لما قال لك قول نعم وقلت نعم قلت نعم على إيش أنت لما قلت نعم قال نعم عشان إيش إيش نعم أبا ذكرك انت قلت نعم ليش قال وأملكته عصمة نكاحها على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل وعلى حسن العشرة عندها وجميل الصحبة لها ورفع الإساءة عنها وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أكذا يشهد عليك هؤلاء الجماعة الحاضرون الحاضرون حد من الإنس والجن والملائكة كلهم الحاضرين بأنك قبلت فلانة بنت فلان على هذه الشروط الأربع المذكورة والصداق المذكور وأقررت على نفسك بجميع ذلك قل قل إيش نعم قلت معه ولا ما قلت يا معاشر من الزوجين قلت ولا ما قلت أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود والموهون بعهدهم إذا عهدوا شهادت الناس وأنت ما عندك وعد في الساعة ما عندك خبر حاش ربك الخنجر وحاش ربك الشال وحاش ربك البقعة للدنيا كلها وتحاصل حلوة وتنظر كلها وتنظر آخر شيء أنت أبونك مخبر قبل ما يجب يقول لك نعم وربا بعد عصب عبيل بغبها وراء ولا شيء يعني هو حاس الإحسان هذه فهذه الأشياء كلها شاغلة بالاقال نعم وهو لا يدري أحب أن أذكرك أن خيانة هذه الأمور ظلم ظلم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة خطبة الوداع كان جزء خاص راجع في كتب السيرة جزء مستقل يقول فيه صلى الله عليه وسلم أول شيء استوصوا بالنساء خيرا أو في خطبة عرفة لما كان يقول بأن يكون فقرة وفقرة يقول لهم ألا هل بلغت اللهم مشهد كان يقول لهم هذا ظلم اعتداء على الزوج ظلم الاعتداء على الأولاد ظلم الاعتداء على الأرحام ظلم الظلم أعديل معه أعديل وكل يوم كل جمعة الخطيب يختم خطبته بآية بشية إن ولي بعد الخطبة ما عدنا خبرك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيبكم لعلكم تذكر فأول عوامل أمان الأوطان أن تبتعد أن يبتعد الأفراد والجماعات عن الظلم إني حرى عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم العامل الثاني من عوامل حماية الأوطان التناء عن الذنوب لأن الذنوب أخبرنا الله أن أهلك بها أمم أمم ذكر الله في سورة غافر في سورة غافر في سورة الأنعام وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ بِذُنُوبِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وفي سورة غافر فأهلكناهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق ويقول سبحانه أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَامِنَةً مُطْمَئِنَّ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا يَأْتِيهَا لاحق يَأْتِيهَا الأصل من الرزق يأتي أم يؤتى إليه يؤتى إليه وهذه قرية يأتيها رزقها ذلك قال بعض المفسرين هي مكة بعض المفسرين قالوا هذه القرية هي مكة التي يأتيها رزقها فإن صح فالأمر أخطر من الخطر إذا كانت مكة على هذا الحال يأتيها رزقها ربدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أذاقها الله لباس الجوع والخوف الذنوب والمعاصر تسحق البركات سحقا وتهلك الحرث والنصر وَلَا تُبْقِي لِلْأَمْنِ وَلَا لِلْخَيْرِ بَاقِيَا هذه سبأ سبأ اليمن كانت الله تعالى سمنا سورة كاملة بإسمه سورة سبأ وجو ذكر أخبارها وأنباءها تلك القرى نقصها عليك منها قائم محصيد نقص عليك من أنبائها وجو ذكر سبأها لقد كان لسبأ في مسكنهم آية شيء عجب جنتان عن يمين والشمال قد التفت أبصانها ويقول بأن كثير وغيره منه في الصين يقول وكانت المرأة تحمل إناءها تحمل وعاء على رأسها لا تقتطف ولا تلتقط تمشي كذا خارجا من البيت رح بيت آخر مثلا فتصلوا وقد مولئ الإناء بألوان كثيرة وصنوف وفيرة من الفواكه والخيرات ولذلك الله يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا عن شكر الله يعني فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين لواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدن قليل لالك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الله ليش قصنا ذي القصص لأن نحن شعب الله المختار يعني الله تعالى ليس بينه وبين أحد من نسب أبدا لكن يقص علينا عشان نحن نعتبر ونتعه ويقولن إن أردتم الأمان لأوطانكم فاشكروا مولاكم على نعمه ألن تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بدل نعمة الله بدل نعمة الله فلا شكر ولا ذكر فانتشار الذنوب المعاصي من المهلكات حتى أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المحقرات من الذنوب الأمور الصغيرة من الذنوب يقول مثل ما تحقرون من الذنوب ما تحتقرون يعني تستهيرون به من الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى إذا جمعوه أوقدوا فيه نارا فكانت نارا عظيما فإذن الوصية خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى جاء جائن إلى عمر رضي الله عنه يبقى يسأل يقول ما التقوى ويجي التقوى علمني التقوى هو رجل عامي وأعرابي وما يعرف إذا فصي له تاه وحار قال له أمشيت قالك مشيت في أرض ذات شوك أرض فيها شوك كثير قال نعم قال فكيف صنعت أنت ماشي فيها قال كنت أمشي حذرا أتقي أن أطاء شيئا من أشواكها قال هو ذا التقوى مثل ما تمشي في أرض ذات شوك حذرا من أشواكها كذلك مشي في الدنيا حذرا من سيئاتها وأوزارها مما تبنى به الأوطان الطاعات في المقابل شوف أنت الاستقامة على دين الله يعني لما يكثر المستقيمون على دين الله تقرب الأوطان من الرخاء والاستقرار والسعة والدعاء كل ما كثرت الاستقامة كل ما كثر الخير والبركة ليش لأن الله كذا قال الله كذا قالوا الله هذا قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وجد الشيطان وقالهم لا كثرة المطاوعة هو الشم وقالهم قال أول الأفلاج كثيرات كثير أفلاج إن شاء الله والموز والأنبى والليمون والبرتقال كل ذراح لما كثرت المطاوعة فنكس المفاهيم تماما وأذهب القرآن في وادي وهذا الشيطان ذا يملع على الناس أشياء أخرى التقوى والصلاح والاستقامة سبب للبركات وهو يوضيها وشيوعها من الأرض والسمرات الاستقامة على دين الله والانتزام بواجبات الله والبعد عن ما نهى الله عنه الاستغفار مما تبنى به الأوطان فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الأمر المعروف والنهي عن المنكر مما تبنى به الأوطان وننآبه عن أسباب الهلاك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة اسأل من؟ يا رسول الله اسأل قومك عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم هذا الجماعة كانوا ساكنين في بلدة ابتلاهم الله تعالى بتحريم الصيد ومن السبت وهم أصحاب بحر حرم الله عليهم صيد السبت ثم مع تحريم صيد السبت ابتلاهم الله بالأسماك الحوت الحوت في اللغة القرآنية في لغة القرآن يعني السمك سواء كان صغير ولا كبير اسمه حوت حوت والإخوة الجزائريين بعدهم حافظين على هذا إيش تغديت في اليوم يقول متغدين حوت فهنا تفزع يسمع جزائري يقول لك متغدي حوت ونظن ما قل لا حوت لا سمكة صغيرة شعر ولا شيء اسمه حوت قال إني نسيت الحوت ويجي واحد يسأل سبحان الله كيف ذا شاء الحوت ونسى حوت ما حوت ذا حوت حوت يعني سمكة صغيرة في لغة القرآن الحوت حوت سمكة صغيرة ولا كبيرة أيًا كان إذ تأتيهم حيتانهم أسماتهم يوم سبتهم شرعاء هذا اليوم الذي حرم الله عليهم الصيد فيه تأتيهم الأسمات وفرح يكان أن تقتحم عليهم عن حاجاتهم ويوم لا يثبتون في اليوم اللي حلالهم الصيد فيه السمك ميديهم كده غياضع ميجير امتحان من الله ابتلا فالنفوس ضعفت تجاه الامتحان لإلهي لكن ما برأي كدك تجيبها كدك يعني واضح واضح إننا احنا ما بنا نلتزل بدين الله جابها كده يعني من بعيد كده وضع الشبك يوم الشبك نصبه يوم الجمعة وسحب يوم الأحد قال ما صدني يوم الصيد هذا الذي نهوه في درك نابط من الضعف أمام النفس ونزواتها فريق ثاني وعنوهم ونصحوهم وقال اتقوا الله هذا حرام ما يجوز قال خلعا كنتو حرام ما يجوز من قالك من حرام ما يجوز احنا صدنا سلبت ناصب فريق ثالث هذين لا هم ما يصيدوا ما يصيدوا لكن جوحال هذا الليل هي نصحوه وقالهم تونت عنيش نصحوه لنا خلوا يوم تسلم ناقتي ها كان للآية احطيت 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 والله احطيت 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 فالله تعالى لما انزل العقاب قال انجينا الذين من ينهون عن السوء ينهون الذين يجتنبون السوء قال انجينا الذين ينهون عن السوء ينهون عن السوء واخذنا الذين انجى الله الذين ينهون عن السوء بقي كم فريق بقي فريقان يقول الله عنهما واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس اللي يصيدوا واللي قال انت سلمناك تما علي من ارفاق تدالى خنفهم ترى العذاب فانت لما تقول انا ترى ايش خصني فيه انا لا بدخل قبرة ولا بيحاسبنا الله تعالى عنه وهو بيكون مصير له مصير منطالك هذا الكلام هذا الكلام ما صحيح هذا الامر المعروف انه عن المنكر النبي على السوء والحديث عندنا موجود في القاموس في قاموس الشريعة وفي غير الناس حالهم كحال ركاب سفينة واحدة ركبوا ناس كذا ركبوا سفينة وكل واحد منهم مسك لمكان من السفينة ووضع فيها متاع قال هذا مكاني وهذا قال هذا مكاني وهذا قال هذا مكاني واحد منهم ذيلا لركبوا السفينة انسك عصاه في المكان الذي هو فيه فخرق السفينة او اراد ان يخرقها فلو تركوه ايش بيصير بيغرق هو ما هو اللي بيغرق ما هو اللي بيغرق ما هو اللي بيغرق ما هو اللي بيغرق أليس كذلك ما لكم لا تضطقون كلهم بيغرق كلهم لأنهم ركبين سفينة وحدهم فاذا تركوه يخرق السفينة بيغرقه ووهم هذا مكان مصعور المقبال هذا كلام نبيكم العالي صلى الله عليه وسلم كذا يقول يقول ان تركوه غرق وغرقوا وان اخذوا بيده سليم وسليم او كما قال صلى الله عليه وسلم فيما تترك صاحب المنكر يفعل ما يشاء هذا يخرق سفينة انتوي اياها راكبين ارباعة ولما يهلك بتهلك انتمعه وشاهده في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا وقد ارسل الله يوما جبرائيلا عليه سلام الله ليهلك قرية فلما اتاها وجد فيها راهبا في صومعه يعبد الله وقد اثرت العبادة فيه قال ربي هذا فلان فيهم وليس منهم هذا كيف ايش حكم الآن ذا القرية صحيح انها ظالم وفاسقة فاسدة لكن هذا كيف نفعل به قال به العذاب فابدأ ابدأ به هو اولا لانه مات معر وجهه من اجليه فاذا الارض معروف انها على المنكر تبنى به الاوطان فيا محبا لوطنك اؤمر بالمعروف يا محبا لوطنك اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور كذا القرآن يرشدنا الى خالطة واضحة المعالي بينة الصوى لبناء الاوطان حقا والحفاظ عليها صدقا واذا الايمان غاب فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رام الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا لابد ان تحيى الاوطان بدين الله والانتزام عليه والاستقام عليه وفي نهاية هذا المجلس المبارك اوجد انبه على قضية على مسألة مهمة جدا وهي ناشئة عن ضعف النفوس وهي ان الناس جماهير المسلمين في العالم كله قسموا الدين الى قسم تخصصات قسموا الدين الى قسم الله قسم الله قسم الله قسم الله قسم الله هذا الإخوان وكذا أما احنا الحمد لله احنا نصلي البيت المسجد البيت المسجد العمل البيت المسجد العمل البيت لا هذه فريضة على الكل واجب يجب على الجميع من رأى منكم أنه على سلام يخاطب منه الأمة كلها إلى قيام الساعة من رأى منكم أي واحد منكم يرى منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا كلامي أنا أنه على سلام مقال أو قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلا توجد في الدين كذا فرائد حال ناس دون ناس لا ادخلوا في السلم كافة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وهكذا ينبغي أن يكون الأمر وهكذا تصان أوطاننا ويحفظ حماها ويذاد عنها ونسأل الله التوذيق والهداية وصلاح النية والعمل تلك ربوع الحي في سفح النقاء تلوح كالأخلال من جد البلا أخنا عليها المرزمان حقبة وعثت الشمال فيها والصبا موحشة إلا كناس يعفر ومجسى مرأل وأفحص القطاع عرّج عليها والها لعلها تريح شيئا من تبارح الجوى نسألها ما فعلت قطانها قل با ينوها ارتبعوا أي الحشاء حي هذا أقوى تلا مبين عنهم لمحتف بشأنهم إلا الصدى تربع الآنس من أرجائها واستأنست بها الضباء والمهاء فقف بنا عند بصون بانها نشاطر الورق البكاء والأساء بحيث أغريق بقايا دمعتين وأتبع الجفن بها إذا انقضى إن من الحق على مدامعين أن تسبق السحب على ربع عفاء عهد بقلب طاعة الدكارهم وبفؤاد إن دع العذل عصران وما وقوف عند بان النبتات وصوله بين الضلوع والحشاء لولا علاقات هوا انت حكمات في رمق عاش على مثل الصلاة دعني أبكي دمنا تغيرات وأطبق الجفن بها على القذاة وأذكر الإلف الذي كان بها وكيف شطت به موعنها النواء واضح؟ ما واضح؟ اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل اللهم تبرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعلنا بالعلم عاملين وبالحق قائلين وعلى الصراط المستقيمين وعلى الفحشاء مائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع ذبنا وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا